اهلا بكم من جديد عندما نكون في حاجة الى رؤية مختلفة الى رأي مختلف ودقيق لما يحدث من احداث كبرى ليس في مصر والمنطقة فقط ولكن في العالم لا نجد امامنا الحقيقة في 90 دقيقة الا الدكتور طارق فهمي ليقدم ما اعتبره انارة وتبصرة لموضوعات متشابكة والناس ما تبقاش فهمة الامور راحة فين وجامني اهلا بك دكتور اهلا وسهلا نور حضرتك بنسكر عليك بس يعني لان الحقيقة الناس تبعت تبعت اللي حصل في امريكا 27 كتاب في فترة وجيزة ضد ترامب وكتب من العيار الثقيق يعني يمكن كتاب بتاع نار وغضب وزع لحد الوقت 2 مليون نسخة او طبعا هنا الكتاب في مصر لما بيسمعوا الارقام دي بيندبح الظهر يعني انه لما بيبيع الف نسخة من الكتاب بتبقى مدعياله يعني وبعدين لقينا نزل الملعب بوبورد اللي هو يعني صاحب الفضيحة الشهيرة بتاعة الرئيس نيكسون وفي ناس كده قالت خلاص طالما بوبورد نزل يبقى فيه كرسة وفي ناس على واشك خلاص انه هزي الحرب الاعلامية وانه ايام وترامب يبقى بره البيت الابي دي الصورة العامة اللي موجودة عند الناس الصورة الحقيقية ايه هل الصورة دي حقيقة الاول هي فيها جزء من الحقيقة جزء من الحقيقة لكن طبعا فيه جزء اخر مرتبط حضرتك بما يجري في الدوائر الامريكية وطبعا طبيعة الحال كما تعلم حضرتك نظام الفيدرالي الامريكي نظام معقد فالقضية ليست ميديا فقط يعني جزء مما يجري طبعا اتفق مع حضرتك في كل ما ذكرته انه جزء منه حرب اعلامية كبيرة لكن فيه جزء مهم اوي لابد ان تتوقف امامه بدءا من تصريحات الرئيس الامريكي بعد 19 شهر يتكلم عن انه خروجه كما تعلم على لسانه كما اشاره ايو انا والفور هيبقى كاسر بالظبط بالظبط اه بالظبط انه هيحدث كذا واسواء المال كذا والتفاصيل الخاصة هذا تصريح مهم جدا لانه تصريح على لسان الرئيس وفي نفس الوقت مرتبط بما يجري في الدوائر الامريكية فيه شواهد كتيرة اوي حضرتك تقدر تحطها في اطار والاطار ده يفصل لحضرتك الازمة هتذهب الى فين وحتنتهي اللي ايه بصورة هادئة بدون ان تكون هناك اي انحيازات مع او ضد في هذا التوقيت واحد انت قدام شهرين ستجرى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ومن هنا الى الستين يوم اللي هتجرى فيها الانتخابات امريكا كلها في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاعلامي وايضا مرتبط بما يجري في مجلس الشيوخ وفي الكونجرس جزء من الحرب الاعلامية مرتبطة حتى على مواقع التواصل الاجتماع وليس كنت بذكر حضرتك انه مرتبطة بمحاولة منع وحظر حساب الرئيس على بعض المواقع على تويتر تم التحقيق معه امس واليوم اشارة مهمة اولية لانه هناك اتهمات لانه الرئيس يسرب اخبار الولايات المتحدة والقضاء الخاصة بالامن القومي فيجب حذره يسربها عبر وسائل التواصل الخانجية وطبعا على تويتر وطبعا ده جزء من حرب دايرة بقالها اكتر من 19 شهر وحاولت المخابرات الامريكية ان تمنع الرئيس الامريكي من حاجتين انه الا يتناول قضايا خاصة بالامن القومي الامريكي ده جزء مهمة اوي والجزء الثاني مرتبط بمحاولة محاولة تطويع الرئيس في حد ذاته طبعا في مشكلة خطيرة انه هم محتاجين هذا الرجل يحتاج الى ترويد من وجه نظر شوف من وجه نظر المؤسسات السياسية الامريكية يجب تطويع الرئيس الرئيس يغضع خلال ستة اسابيع كاملة لعملية تدريب على نظام الحكم في امريكا ويدخل مؤسسات صنع القرار الامريكي ستة اسابيع ده بلو 16 شهر اه ستة اسابيع كاملة يعني حولك تصريح ربما ما خادش حقه في الاعلام حينما دخل الـ CIE وشاهد العمليات حول العالم قال عبارة خطيرة فجئت انهم يعملوا كانت العبارة تغريدة من احدى التغريدات ده معناها انه ليس ملم بكل ما جرى داخل الولايات المتحدة ستة الاسابيع دي اسمها مفكرك محدد صناعة الرئيس صناعة الرئيس صناعة الرئيس صناعة الرئيس دكتور محمد مهمة حضرتك يعني هدي يا فندم بس عشان نتماسكنها ليه ستة المشهدين انه الرئيس الامريكي يتم تطويعه خلال ستة اسابيع تجهيزه سياسيا وسيكولوجيا وكل الامور المتعلقة بنظام كمان بيعشق مع النظام مع النظام المؤسسات يعني بقلنا 19 شهر مع ترامب ويبدو ان هو لسه خارج السيطرة حرب تكسير العظام اللي اشتغلت طوال الشهور الماضية دي كان سببه حكتين انه الرئيس دائما ما يخرج عن نطاق المؤسسة المؤسسات الامريكية وبطبيعة الحال كما تعلم نصق العقيد الفكري لرئيس بيتعامل بمنطق البورصة وحسابات المكسب والخصارة رجل عمالي والتكلفة والعائد دائما ما يغرد بهذا الأمر الآخر هو حالة عدم الاستقرار داخل الإدارة طوال الأشهر الأولى استقالات متثالية هذه الاستقالات المتثالية جاءت نتيجة اختيارات شخصية حينما أخضعها لمحاولة يعني الاستقالات المتثالية ما كانتش مقتصرة على مستشارين في البيت الأبيض والأمن القومي وغيرها امتدت لي كمان العاملين في البيت الأبيض في التالي انت بتتكلم على نصق عقيد الفكر الرئيس ممكن يطيح بوزير خارجية وهو فيه مأمورية خارجية يعني حتى قواعد وده حصل قواعد العمل يعني كتب تغريدة ردا عليه قبل أن يصل الأراضي الأمريكية أنه أنا لازلت موظف لأنه بطبيعة الحال حينما يعود فيه إجراءات بيقدم بيقدم تقرير حتى عن الزيارة الخارجية وطبعا فيه إجراءات بتحكم ده هذا الرئيس وهذا النصق الفكري العقيد بيحكم فكره لازم يشير لحدك لحاجتين ودي نقطة مهمة أو دكتور محمد هل هذا الرئيس في هذا التوقيت الشعبية بتزيد ولا بتقل ده سؤال مهم استطلعات الرأي في أمريكا مع ولا ضد ده الجانب بالي احنا مش شايفين ده مهمة أوي إنه هل استطلعات الرأي حضرتك بتؤكد إنه هو الشعبية بتقل الشعبية بتتآكل الشعبية بتزيد كل دي أسئلة مهمة الحاجة التانية القاعدة الانتخابية اللي كنت بكلم حضرت فيه القاعدة الانتخابية هي الشريحة الرئيسية التي انتخبت الرئيس وهذه الشريحة شريحة ممتدة تبدأ بجزء طبقة وسطة في المجتمع الأمريكي بشرائح وطوائف وأقليات عديدة لا تقتصر فقط على مجموعات اللوب اليهودي مجموعات عديدة ودي اللي بيستند إليها الرئيس ودي اللي الرئيس هو رئيسها يعني الرئيس الأمريكي يستند في حكمه على هذه القاعدة الانتخابية ودي سبتة ومستقرة لو تسنى قطاري أقول لحضرتك ما حصلش فيها تغيير يعني استطلاعات الرأي في أمريكا لغاية أول أمس أنه استطلاعات سبتة يعني مش بتدي لحضرتك ما بتديش مؤشر مؤشر سلبي تجاهه سلبي تجاهه تالي اللي جاري في وسائل الإعلام شيء وعلى أرض الواقع كقعدة انتخابية إذا ذهب الرئيس الأمريكي اليوم إلى انتخابات فسيفوز ويفوز بنسبة كبيرة للغاية ترامب رئيس أمريكي يبقى يحب مكلم دلوقتي لو حضرتك لو راح انتخابات الوقتي النهاردة هيفوز النهاردة طيب وبنتيجة كبيرة بنتيجة كبيرة ويحقق المفاجأة بعكس ما هو شائح طيب 60 يوم اللي هتجرى فيها الانتخابات القضية دكتور محمد اللي هي الجمهوريين والديمقراطيين بتاعة الكونجرس هي القضية حضرتك مش تجديد نصفي فقط حيبقى فيه احد السيناريوهين والسيناريوهين مش نظريين انه بطبيعة الحال لو استمر حزب الرئيس فبطبيعة الحال الملف سيغلق دا بمعنى انه القضية من الصراع جمهوريين وديمقراطيين يعني الصراع على الانتخابات التصويت للرئيس فبالتالي النسب الاستطلاعات الرأي اللي بتؤيد الرئيس واستمراره هتدي بطبيعة الحال لحزب الرئيس تماما نسميه حزب الرئيس بلجمولي حزب الرئيس الحزب الديمقراطيين بيعملوا ايه دلوقتي الديمقراطيين عندهم ان هم يلعبوا في الشرائح النسب الخاصة بالاقليات المتأجحة اللي هو بيسموه دكتور محمد في الانتخابات وانت أستاذ وعارف ده الأصوات العائمة دكتور محمد الأصوات العائمة والأصوات المختلفة هواية مين بيقدر يجيبها اللي هو يقدر يجيبها ومتردد انه رايح يدي مين لحضرتك يدي لدكتور محمد ولدي الطارق ده اللي بيبدل حتى اللحظة الأخيرة مش واخد قرار بالزبط كده فطبعا هذه النسب كتلة تصوتي كبيرة جدا فالنهار ده خلال ستين يوم هل حينجح الحزب الديمقراطي انه يغير قواعد اللعبة قولا واحدا لن يستطيع فبالتالي هتمضي المعادلة بهذه الصورة طبعا بعض بيتحدث عن مفاجأة مفاجأات اللحظات الأخيرة اللي هي ايه انه من هنا الى الستين يوم قدامك اربع خطوات توصل فيهم تقول الرئيس ده ما يكملش اه اول حاجة انه يبدأ تحقيق في لجنة الاستجوابات في الكونجرس توجه اسئلة للرئيس جزء منه مش في الموضوعات الخاصة بالفضائح الخاصة المعلنة لا هم بتاعي الفضائح دي ما بيرجزوش فيها تعايش معها كما تعلم لكن الجزء الخاص بموضوع بروسيا وباختراق القوانين الفيدرالية الامريكية ده جد بقى دكتور محمد ما قدرش حد يقف قدامه لان دي قوانين فيدرالية لانه هو متهم من دوار انه سرب معلومات سرب معلومات وكانت معه مجموعة ثم المجموعة دي بعضها خرج من دائرة الاتهامات ففي مقايدات او مساومات بتم الى ان تستدعي لجنة الاستجوابات في الكونجرس دي يبقى حضرتك قدامك بعض الوقت هتتجاوز مدة ممكن الانتخابات الانتخابات طب اذا بدأت الانتخابات وانتهت للحزب الرئيس وفاز هتتلفل هتتلفل الباب او يعالج ويناقش في دائرة تاخد حجمه الخيار الرابع هقول التالت والرابع بس ماقول الرابع بقى اقصى حاجة في الخيارات دي ان حضرتك تروح المحكمة الفيدرالية العليا الامريكية والمحكمة الفيدرالية العليا يحكم هناك يحكم هناك هي الاول تستجوبه على اربع جلسات متثالية ثم توجه له الاتهام في الجلسة الخامسة ده اسلوب فيدرالي قصبيهم وتوجه له الاتهامات هنا يبقى العد التنازولي للرئيس الامريكي ها يبدأ ان انت تقول الرئيس ما يكملش اذا وجه له الاتهام اذا وجه له الاتهام طب في الاربع جلسات ينتهو الخامسة ممكن لا يوجه لا اذا وصلنا للجلسة الرابعة يبقى حيوجه له الاتهام بصورة مباشرة يبقى قدام حضرتك الاتهام المباشر بمخالفة القوانين الفيدرالية والنظام المحلفين الامريكيين كما تعلم والنظام الفيدرالي يدلهم الحق في هذا فيتم ايقاف الرئيس مذاكر التوقيف ويتم تكليف نائبه اللي هو مايك بانس ييجي طب السيناريو الرابع ده اه هو الوقت بيتم التعامل فيه كتاب اسمه رجل الزل نزل عن مايك بانس ومتكلمين عن مايك بانس شخصية اخرى مختلفة تماما عن وبلاش نتكلم في موضوع فكره العقيدي وديانته يعني فيه جزء من ده مرتبط بانه اقصر اليمين المتطرف في امريكا وله اراء سيئة للغاية على فكرة هو مهندس نقل السفارة الى القدس كما تعلم جزء من التفاصيل دي بقى بحدث ولا حرك كمايك بانس نفسه طيب السيناريو الرابع ده امكانيته قد ايه يعني لو يعني نظريا تديله ممكن مثلا مايزيتش عن 5% نظريا اه نظريا 5% لكن هو موضوع حضرتك لانه انت النهاردة حدك دكتور محمد محترامي لكل الاراء اللي بقول الرئيس تحجب عنه وتقف مذكرات توقيفه في الاخر حضرتك الرئيس الامريكي له صلاحيات كثيرة خارج النظام الفيدرالي واخدها الرؤساء الامريكان من سنوات يعني حضرتك شايف انه هذه الحملة الضخمة الاعلامية على الرئيس الامريكي وهي تدخل تحت مظلة انها حرب تكسير عزام عزام كل ده بهدف تطويعه تطويع الرئيس لانه الخوف مش في هذه الولاية الخوف في الولاية القادمة الولاية الثانية يقول اه هو الولاية الاولى خلاص احنا بنكمل في هذا الاطار تطويع الرئيس بخطة ممنهجة تكون بها اجهزة ومراكز صنوع القرار في امريكا وهي منهية يعني مراكز صنوع القرار في امريكا خلي بالحضرتك في اقتراب لدراسة النظام السياسي الامريكي من منظور مراكز القوة يعني مراكز القوة في النظام السياسي الامريكي هي مجموعات وزمر وتجمعات تستطيع ان تدير مؤسسة الرئاسة في امريكا وتطوع لحساباتها جزء منها لبيهات يعني مجموعات لبيهة وجزء منها مراكز في صنوع القرار يعني احنا مثلا فترة كلينتون كلينتون تعرض لهذا حضرتك دكتور وتعرض ليه مش الفضيحة الاخلاقية الفضيحة الاخلاقية كانت بالاساس بالاساس لكن في الاخر كان الرئيس كلينتون حقق نجاحات كبيرة جدا في الاقتصاد وفي برامجه المتتالية ونظام الاعاشة والتأمينات والضرائب التراكمية فكان ناجح في هذا المستوى القضية بتاعت نيكسون طبعا ظروفه مختلفة تماما تماما قضية التجسس ولا وجه مقارنة في هذا لكن استدعاءها تماما في الاعلام واستحضرها امام المشهد الامريكي للمقارنات ربما المقارنات غير صحيح وهو في زهنه الرئيس الامريكي هذا لان دائما ما يقول انه هو خارج الصياق في هذا يعني خلي بال حضرتك في جزء الرئيس الامريكي لا يرى بالصورة الجيدة في مراكز صنع القرار يعني النهاردة الرئيس لا يعتمد الا الرئيس الامريكي الا على مجموعات ودوائر معينة في صنع القرار حتى في الاعلام يعني النهاردة وانت تعلم جيدا المقال المجول الذي نشير في مليورك نشير بالزبط وكله بقول مش أنا ومش أنا يعني في البيت الأبيض كله اقول مش أنا الاتهامات لداخل مسؤول في البيت الأبيض هتقول لي ده ده لا تقول بالمقاريب تعلق تايب بالزبط كده لكن هل ده يصح في دولة كبيرة زي أمريكا ده جمهورية موز ما حصلش فيها هذا هو العالم بيفك لا شوف هو والله بجد وبسأل سؤال سؤال لأستاذ علوم السياسية يعني العالم بيفك يعني فيه أحاجات بتحصل كده في دول كتير تشعر أنه دي مرحلة العالم بيمر بيها فلازم يمر بيها فكرة أنه بيتفكك وبعدين يبدأ دورة يعني يعني دي نهي الدورة شوف بقيتها وطبعا ده السؤال خبيسة دكتور محمد لا وغا مش خبيسة يعني عايزة نقول لها حضرتك عايزة أقول لها حضرتك حاجة مهمة أول بس لأنه فعلا ده ممكن أو بحسر في الصحافة المصرية مهازل تانية طبعا بس دي مهازلة صعبة أول لا شوف هو طبعا في السياق العام في جزء من بنية النظام الدولي جزء من بنية النظام الدولي والولايات المتحدة تحديدا والقوة الكبرى حصل فيها ده بمعنى إيه مع الفارق في تناولها يعني النهاردة ربما أمريكا هي أمريكا في النهاية أنت بتتكلم على أكبر قوة عزمة في العالم لا تزال بسورة كبيرة طبعا استدعاء بقى التجارب الصينية والروسية طبعا ده أمر مختلف لكن النهاردة بنية النظام الدولي تشير لحضرتك لأمور متغيرة للغاية معنى إيه النهاردة أنت عندك فوائل دولية أو فعليات دولية بلغة بقى اللعقات الدولية بتؤدي دور الدولة وتؤدي دور الأنظمة وتؤدي دور كذا البعض يقول لك ده تنظيمات إرهابية دكتور محمد لا مش تنظيمات إرهابية أنت عندك شركات بتعدي الجنسيات في العالم بدير العالم فعندك فوائل دولية صعدة بتنافس دور الدولة بتنافس دور الدولة في كل مهامها وعندك جيوش قطاع خاص يعني عندك بيوش قطاع خاص دكتور دول موقع بصبت جيوش قطاع الخاص دي النهاردة ما بقتش شركة أو شركات عندك مؤسسات كتيرة قوي مؤسسة صنع القرار في أمريكا بتنازعها أمور كتيرة جدا مش مراكز المال والنفوز يعني فيه مؤسسات موازية للدولة مؤسسات موازية للدولة وتمارس دور الدولة بصورة غير مباشرة مزئ منها زي ما أنا بقول لحضرتك جيوش قطاع خاص شركات متعددة جنسيات بتقوم بمهام معينة في دول عديدة في العالم مش في أمريكا بس تحت مسميات مختلفة دوائر النفوذ والتأثير لها في بنية النظام النظام الدولي النهاردة انت تلاقي ممكن شركات أمريكية بتشتغل في أسيا هي بتحاول تقوم بأعمال تخريبية في اقتصادات بعض الدول انت شايفها وانا شايفها نشركات متعددة جنسيات بتشتغل لكن الأعمال التخريبية اللي بتقوم بيها في بعض اقتصادات دول هاللي فاتفسر لك في مراحل معنا دكتور محمد أزمات بتحصل في العالم أزمات المال سقوط برصات معينة ده جزء منه مالوش علاقة بيه تقلبات الأسواق الدولية لا بفعل مخصوط بفعل وفواعل مؤسرة بتأثر في عمليات تخريبية منظمة ممنهجة تمام وتؤثر في اقتصاديات دول معينة بعوامل كتيرة فانت أمام صعود أطراف بتنافس دور الدولة دور الدولة مش إن أنا زي ما بقول لحضرتك إنك ليه جيش قطاع خاص بيقدر يقوم بعمليات أو شركات أمنة أو شركات لا أو مرتزقة أو جيوش لا المفاهيم دي بيتم تطويرها وتنميتها اللي حصل في أمريكا النهاردة إنه أنت كنت تملي تدرس أمريكا وإنت درسك نظام سياسي من تأثير اللوبي اليهودي إيه بيه منظمات اليهودية نهاردة ده أحد الاقترامات مش لوحده مش لوحده عندك لوبي كبير جدا اسمه جيستريت قالي بأمريكا رافع شعار أمريكا أولا تمام بقاله كان سياسي ده شعوبي زي ما بيقوله بالظبط كده لو أنت حتيجي تبص على الطرح الأديولوجي بتاعه هتلاقيه يتتصف مع كلام أوباما الأول في فترة الأولانية وثم النهاردة الرئيس ترامب ترامب صحيح ترامب ما بيكلمش حضرتك هو مش شعبوي فقط هو مرحلة لعصر قد يبدأ بأمريكا أنها ترفع مصالحها أولا ثم العالم يعني الناس بتتخض من هذا الكلام أنا كان معي هنا الدكتور مراد وهبة أيه فقال لي أنه ده مش عصر الرئيس اللي جاي من مؤسسات ده عصر الرئيس اللي الشعب بيجيبه يعني حتى ضرب هنا مثال برئيس سيسي صحيح وضرب مثال بترامب أنه ده صحيح الناس مش متوقع خالص فالناس هي هي اللي بتجيبه صحيح شوف دكتور هو دلوقتي فيه نقطة مهمة قوي وإنت بتأصل لفكر الزعمات اللي هي خارج الكاريزما أنت كنت تتكلم على القيادة الكاريزما تتكلم على القيادة العقلانية والقيادة الرشيدة فاكر تصنيفات الكلاسيكية النهاردة الرئيس الشعبوي ده رئيس قادم من خارج مؤسسات صنع القرار صحيح ومن خارج الأطر الحزبية يعني ما تصدقش أنه لا مش طالع من حزب أنه طالع من حزب أو أنه يقول لك لا لا خارج الإطار ده يعني كلهم كرهين خارج الإطار ده خالص تمام وبالتالي وبالتالي وإنت بتتعامل مع رئيس بهذا الفكر ويرفع شعار أمريكا أولا هو يتتصق مع فكر أنا مع احترامي يعني خلينا أتكلم كأكاديمي جزء من اللي طرحوا الرئيس الأمريكي بفي برنامجه بس إحنا ما بنقراش أبصد دكتور محمد هو قال لك هنقل السفارة هو نقل السفارة قال لك أنا هنسحب من الاتفاقي النووي نسحب هراجع كل الاتفاقيات مع دول أسيا بالصين لليابان ريء راجع كل ده إذا هو متصق مع نفسه دكتور محمد أنا ما ليش علاقة بان انت حد ما تنتقده أنا بنتقده هو متصق مع مين مع قعدته الانتخابية فنفس كل اللي هو بيقوم به يعني البرنامج الذي انتخب على أساسه ينفزه وينفزه بزكاء شديد من قضية إلى قضية يعني إحنا كلنا ما كانش حد متوقع ويراهن على نقل السفار نقل السفار وأخذ إجراءات مباشرة النهاردة بيعمل إيه في ملف إسراء العرب إسرائيلي النهاردة هو مش محتاج النهاردة موافقة حضرتك في موضوع تفهمات أمريكية انت رفضت وصفقة القرن وقفت وتعطلت والدول العربية لها اعتراضات كثيرة بيعمل إيه هو دلوقتي بيصف القضية الفلسطينية تباعك خلص القدس دخل على الكلة الدولية ودخل على القضية الدولية لنجلها دي لان دي مهم يعني ده جزء من الحوار لأنه المشكلة كبيرة وقفل نهاردة مقر السلطة الفلسطينية على المنظمة التحريق ونزلوا العالم بالأسف اه اه ده النهاردة طيب اللي همنا في الموضوع صرته يعني أنه الرزاز اللي جاي هنا بقى من الحكاية دي يعني يمكن في كتاب الخوف بتاع بوب ودوارد اتكلم على أنه الرئيس سيسي يعني يعني يكلم كلم ترامبه وأنه هل ستبقى في منصبك يعني وجوده أو عدم وجوده يعني استمرار ترامب أو عدم استمرار يسمع هنا ازاي؟ يسمع في الاقليم بأكمله بمعنى أن انت لازم يبقى عندك رؤية عربية ومصرية للتعامل مع الإدارة الأمريكية برموزها وشكلها العلاقات المصرية الأمريكية دلوقتي بتتسم بنوع من التقارب الجيد ربما تعبر عنه بموضوع منورات الاجمساط تعطون أكبر عنه بالإفراج عن احتجاز الأموال اللي كانت مجمدة في المساعدات لكن في حراق أمريكي جيد تجاه مصر تجاه مصر صحيح أنا بحط ده بقى دكتور محمد محترامي في إطار مصالح مباشرة مصالح مباشرة يعني يعني ما جاء عمل التدريبات البحرية ثم عمل التدريبات البحرية اللي دمت الإمارات والكويت ثم عمل منورات النجم الساطع هو محتاج لك في جزء من ده لأنك هو شايف مصر دولة مستقرة دولة محورية دولة مهمة في الإقليم دولة لها تجربة في مكافحة الإرهاب وهو بتعامل معكم المنطق ده بتعامل أن مصر دي أكبر دولة عربية بالفعل ونهارده فيه إجماع ما بين الحزبين وقيادات الحزبين والإدارة الأمريكية أن الحالة المصرية دي حالة خارج السياق عشان كده تلاحظ إيه خارج السياق وخارج التوقع خارج السياق وخارج السياق إنها أصبحت نموذج للاستقرار في إقليم الطارب يعني أنا تملي ألاقي العبارة دي في معظم ما أقرأه من المصادر الأمريكية قليم الطارب وحالة من عدم الاستقرار تعم المنطقة بأكملها يعني حالة كاملة بس تسناء المصر الحالة المصرية هي الحالة الإيجابية المهمة بالتالي يسعى لتطوير علاقته معاك هتقول لي ما هو مش كافي بس المناورات لا المناورات بتدي إشارات مهمة إشارات بالزبط احتجاز الأموال والإفراج عنها مهمة كان أنا عايز أقول في النقطة دي واسمح لي الله لازم أقولها قبل ده كان فيه جهد مصر جدا بالزبط للوصول للمرحلة دي يعني إحنا وصلنا لده لكن كان فيه وفد أمني وكان فيه رئيس المخابرات العامة كان موجود في أمريكا وعملوا اتصالات والوفد الأمني كان كبير ده وفد الوافد السبع وسبعين الوافد المجموعة الكبيرة اللي راحت سبع وسبعين بالزبط وطبعا هم راحوا وعملوا جهد متراكم الناس ما حستش بنتيكتو إلا بعد الإجراءات اللي التخليط اللي عايز أقوله هنا إبقى أمريكا بتقيم حضرتك كدولة دولة مستقرة عندك رؤية وعندك تصور وعندك جهد متراكم وخبرات كبيرة إيه اللي حيحصل في اللي جاي؟ اللي حيحصل في اللي جاي هيبقى كلام الأمريكي إما أنه نستقن في الحوار الاستراتيجي والحوار الاستراتيجي كان واقف بالمناسبة من أيام فاكر أنت أيام جون كيري بما جاء مصر وقعت 30 دقيقة ومشي فأنت النهاردة بتكلم فيه جزئية جديدة نكلم على حوار استراتيجي متكامل هتبني عليه في الفترة اللي جاي التقييم الأمريكي الإدارة الأمريكية نتكلم بقى عن مستوى الرسمي دكتور محمد أنه لابد تطوير وتنمية العلاقات مع هذا البلد في هذا التوقيت ومع قيادة كبيرة قيدة الرئيس السيسي فيه إجماع على ده وانت بتتعامل معاهم بالمنطق ده في الحزبين في الحزبين يعني بكلمك على الإدارة كلها الأمريكية وأنه فيه استدعاء للدور المصري في الإقليم يعني إيه استدعاءة الدور المصري في الإقليم انه محتاجين الدور المصري في الفترة اللي جاي فيه تجاذبات في بعض الملفات ده حشوف التفاصيل يعني مكلم فيه لكن هو الإطاري العام عايزين الدكتور محمد فيه تسويات الإقليم في الفترة اللي جاي فأنت ليك دور مهمة قوي في هذا آه خلافات بقى في ملفات دي هامشية دي هامشية هتبقى ودي معتروحة ويتم التعاييش معها دكتور محمد بالنسبالك والنسبالي ممكن أتعيش معي تطابق في العقد الدولية كلام اللي يقول لك فيه تطابق مفيش تطابق في العقد الدولية يعني تعلم ده ده جيدا يعني فيه توافقات فيه تجاذبات فيه لكن فيه جزء فيه موأمات احيانا بالزبط وهي دي السياسة السياسة انت بتعتمد على ايه السياسة مش فن الممكن ومستحيل بس انتتكلم على اطر وفن الموأمة كمان وموأمة طبعا فالجزء المهم بالنسبة لك ده يحصل هتقول لي طب الامريكان استيقظوا فجأة فلقوا مصر دولة مهمة في اقليم مضطرب ده لانه فيه تطورات حصلت فترة اخيرة لازم انتباه اليها تحرك اكتجاه الشرق تحرك اكتجاه الصين تحرك اكتجاه روسيا تحركات الكتير تنوع مصادر السلاح الشغل المصري اللي على الجانب الاخر اللي انت تملي تبص عليه ربما بتنظر فيه احنا ما بندخلش في مناكفة مع العالم دكتور محمد انت بتنوع مصادر حرقتك في اقليم مختلفة بتتجه الى مناطق نفوس جديدة ربما دي بتزعج البعض ربما تنقي الرسائل متضربة لكن هي بيتم التوافق بشأنها الامريكان في مراحل معنا كانوا بيسألوا الدكتور محمد يقولوا لك انت رايح تاخد مصادر سلاح منين ليه بتاخد سلاح من روسيا وفرنسا والصين طب ما تاخد مننا العقيدة بتاعتنا القتالية والشراكة الاسكرية والاستراتيجية وتفاصيل حاجة تعلمه كان الجواب ده احنا مدرسة امريكية من زمن احنا عندنا الشراكة المستمرة وملتزمين بيها لكن في مراحل معينة تنوع مصادر السلاح عمل لهم مشكلة حصولك على تطوير وتنمية قدرتك العسكرية عمل لك مشكلة الامريكان بيفكروش على المنطق ده انه تحرك الدول زي مصر تحركها في نطاقات مختلفة يزعج الامريكان وبتبعث رسائل قد تبدو انت حضرتك كالدكتور محمد بتستهدفها في هذا التوقيت في مرحلة معينة وانت بتتحرك تجاه الصين تجاه روسيا في ملفات كتيرة قوي حضرتك تعلمها بس التحرك ده سؤال خارج النطاق يعني التحرك المصري هنا تحرك حقيقي ولا للفت الانتباه الامريكي يعني لبسا يعني كان عندنا مشكلة مع روسيا زمان لو حضرتك تتذكر مقولة السزهي كان يعني انه لما كان بيقول انه روسيا كان عندها عقدة من مصر انه بتبقى عارفة ان الطيارة طالعة من القرارة قاهرة الى موسكو وبعدين تلاقي الطيارة نزلت في فاشنطر شوفها دكتور محمد لو بتسألي قولا واحدا لا هذه امور مرتبة ومخطط يعني مش مجرد مناكفات لو صحة تعبيري ما بين قصين هي ليست مناكفات وبناء عدية بتكلم عن بناء سياسة خارجية جديدة لمصر تقوم على أسس مختلفة يعني انا بس مش بزغزغ الحليف الامريكي عشان وحضيف بعض العبارة اعلى حدك قلتها زائد بناء بناء دوائر ونفوس حركة جديدة للسياسة المصرية ربما البعض بيسأل انت رايح اسيا الوسطى تعمل ايه تمام انت رايح دول في الكومان والساة تعمل ايه انت روحت قبل كده في اقليم الشرق المتوسط بتعمل ايه تحركك خارج دوائر النفوز التقليدية لمصر بيدي رسائل كالدكتور محمد للعالم انك بتبني مناطق نفوز بتتكلم على دوائر تقليدية افريقيا العالم العربي وبتكلم كان على دائرة عدم الحياز والدائرة الدولية كل دي دوائر تقليدية طبيعي ان يكون محمد يروحها انت النهاردة ما بتخرج عن هذا السياق انت بتبعث برسائل مهمة ان انت قدرتك على تنويع مصادر الحركة بيدي لحضرتك مراكز تأثير خارجية يعني انت رايح اسيا الوسطى اسيا الوسطى دي منطقة جيدة في التعاملات الاقتصادية وتقدر تفتح فيها اسواق انت رايح الصين على مستوى شراكة كاملة لان انت رايح الاتحاد الافريكي السنة الجاية والصين هي اقوى الكور رئيس الاتحاد الافريكي منتدى تعاون في مجال تعاون كبير جدا في نفس الكلام انت رايح مش في اقليم شرق المتوسط مع اليونان وكبرس عشان عبار الغاز فقط انت بتأمن مصالحك اللي جاية لسنوات طويلة ترايح بترسم حدود بتأمن حضورك دي دوائر نفوذ لازم حضرتك تروحها ولازم تتحرك فيها بقصص فهنا بتتكلم عن سياسة جديدة بناء مناطق نفوذ جديدة لمصر تتجاوز غير تقليدي يعني اضافة للدوائر التقليدية اللي حضرتك متواجد فيها وبطبيعة الحال بتنمي وجودك فيها فهنا جينا عن الجزء الايجابي في العلاقة ممكن تحرك بتتكلم ممكن تبسأل على وجوده او عدم وجوده بقى مأثر على الاقليم ازاي ووصلنا الى العبارة انه الادارة الامريكية تنظر الى انك وطن مستقر في اقليم مضطرق طيب في حالة انه ما فيش ترامب وده بعيد ده مستبع اتكلم على 5% ما فيش ترامب ايه اللي يقلق الدوائر العربية يقلق الدوائر العربية ان الملفات العربية باش نش منه خير لا يعني طبعا انا حباك بتنظر للمعدة لا لا انت بتنظر المعدة برؤية موضوعية وما حييك عليها طبعا جزء منها كتور محمد محترامي ان كل القضايا العربية مفتوحة على مصرعيها لم تحسن وبناء عليه انت داخل في مرحلة هي مرحلة الحاسم اللي هي ايه بتتكلم حضرتك على الملف السوري وما ادراك من الملف السوري بتتكلم على الملف الفلسطيني بتطوراته المزعجة بتتكلم على الملف الليبي اللي تم اعادة فتحه بصورة كبيرة بتتكلم على تطورات داخلية جوه العراق النهاردة فيه تظاهرات مش في البصر ده هتبقى فيه تطور للمشكلة العراقية بالكامل والعراق داخل على مرحلة اعتقد مش لطيفة طبعا فانت كل انت اضافت حضرتك انت داخل على هذه الدول اين الولايات المتحدة من هاسم اولا يعني عشان اتفق انا وحضرتك انه السياسة الخارجية بنسبة لأي رئيس امريكي ربما تأتي في مراحل لاحقة لكن هو مضطر ان يتعامل معه بس انا عايز اذكر حضرتك ان هذا الرئيس الامريكي اللي بتكلم على يعود او ما يعودش لم يورد امريكا فيه حرب يعني برضو دي نقطة مهمة لم يدخل فيه نزاعات داخلية مفيش مواجهات لكن النهاردة والوقت اللي حاجة بتكلم فيه هو بيعيد مركزة الدور الامريكي في مناطق نفوس يعني ايه يعني هو النهاردة داخل في المسألة السورية وهو قال ان هو حينسحب من الادارة فجأة اول امس مزارة الدفاع الامريكية اعلنت عن خطة لدخول قوات امريكية وحتقدي دور تقدي دور بمعنى ايه لانه التفاهمات القادمة دكتور محمد هتتم خلال فترة وجيسة فالحدود اللي ترسمت بالدم في سوريا لازم الامريكان يكونوا حاضرين فيها فلازم النهاردة مش هيسبوها مش هيسبوها فلازم النهاردة يقنقش حضرتك الحدود اللي ترسمت بالدم طوال في سنوات الحرب لازم الامريكان يكونوا موجودين بيأمنوا جزء من مصالحهم مع روسيا وبيأمنوا جزء مصالح اسرائيل لانه النهاردة مهمة اوي ان انت تقول اسرائيل في ده ولازم ايران ليه منطقة مثلا خفض التوتر في منطقة جنوب سوريا لشامل السويداء ودرعم والقنيترا لغاية جلال المنطقة دي النهاردة المسافة بين الحدود الايرانية وما بين اسرائيل كانت في بدايات من حوالي 4-5 شهور كانت 20 كيلو فقط فقط النهاردة كان نغسر من 65 ل70 ليه لانه المفاوضات الروسية مع اسرائيل ومفاوضات الامريكية مع اسرائيل والاردن دخلت على الخط زحزحوا القوات الايرانية وقوات حزب الله حوالي 40 كيل المسافة دي 45 كيل امنوا ايه بقى حضرتك اسرائيل يا دكتور محمد فالنهاردة امريكا ما تخش الملف السوري فهي عايزة تبقى حضرة في كل دي الحدود اللي ترسمت بالدم لازم تبقى قريبة منها او بعيدة عنها وفق للمصالح الامريكية الملف الفلسطيني حدس ولا حرك في التفاصيل الجارية فيه بتفاصيل مزعجة للغاية بدءا من اعادة تدوير افكار الكونفدرالية كما تعلم اللي اتطرحت خلال 10 تيان تمام والبحث عن بدائل ليه معورب بصفقة القرن ثم الدخول على خط الوكالة الدولية ودور الوكالة فيه وكالة غوص فيه قطاع غزة مش قضية تقريص وتخفيض الاموال يا دكتور محمد القضية اكبر من ده هو بيصفي القضايا الفلسطينية وحق العودة وإلغاء نص قراري 193 و194 يعني بيقفل قدام حضرتك الملف الاخطر هو بيكلم حضرتك انت بتكلمه في 5 مليون ونص لاجئ هو بيكلمك في 50 ألف في 50 ألف خلاص 50 ألف دي هندي تعوضات طرحوا مع الجانب الأردني وحضرك تعلم التفاصيل جزء منه فكرة الوطن البديل القديم وجزء التوطين في أماكن وده كان جزء من من اعتراض الملك عبدال طبعا وسافر أمريكا وقتها سافر ولما كان هنا الزبط الوافد بتاع ترامب سافر في نفس الوضوع نفس اللي كانوا موجودين وحسم الموضوع الأردنيين طبعا ليه متحفظ على فكرة الكنفدرالية الرئيس أبو مازن يعني مش عايز أقول هو أفشل بعض الخطوات لكن هو بالفعل أفشلها جزء منه أنه تفهم جيدا أي كيان فلسطيني حيخش الكنفدرالية موفيش كيان دولة دلوقتي صحيح نتكلم حضرتك كيان موجود في السلطة الفلسطينية ليس بدولة فحيأمي الكنفدرالية مع الإسرائيلي ومع الكنفدرالية فالخطر لأنه أنا هاخد رغم أن حضرتك يعني دخلتنا الملف الفلسطيني وده مهم جدا أنه في ملفات مفتوحة يعني خطر أنه يمشي وهذه الملفات مفتوحة لأنه أي فكر آخر ممكن يبقى عامل المشكلة هيبقى تشويش على طبيعة ما يجري لأنه ملفات دي لم تحسن يعني أنت عند حضرتك الخطر الأكبر هو خطر إيران في الإقليم صحيح خطر الإيراني ده لازم يتم التعامل معه هل حضرتك وانا تعيشنا مع الخطر الإيراني هل الخطر الإيراني مكسور على منطقة الخليج ولا موجود في العواصم العربية المختلفة أحد الملفات هم موجودين في أربع دول تقريبا في أربع دول غير الحركة هل تتكلم على اليمن على سوريا على الوغنان يفعليهم قطاع جزة والحوسيين ووصلوا في المناطق وفي السودان وفي السودان وموجودين فطبع أنت بتتكلم امتدادات أصره عديدة فهل النهاردة الأمريكان وهذه الإدارة أي أمكان بقى دورها أو تأثيرها هتدخل في مواجهة مع الإيرانيين ولا لا النهاردة حتى الاتفاق النووي الجديد بأفكاره الأمريكية متوقف يعني النهاردة الاتحاد الأوروبي هو اللي بيستعجل المفاوضات الجديدة في الاتفاق النووي الجديد ما بين الأمريكان والأمريكي والجانب الأمريكي بيأخر الخطوة لحين اتمامها على مستوى كوريا يعني هو بيكلم حضرتك كوريا أولا وليس إيران أولا طبعه الخطر الإيراني النهاردة انت فردت عقوبات فردت عقوبات في ستمبر وعب لها في أغسطس فانت من أغسطس ستمبر العقوبات مرحلة أولا ومرحلة تانية انت مش قاعد بتتكشف الخطر اللي جاي فبالتالي الملفات دي المفتوحة لازم حضرتك تحسن زائد بقى البناء الجوز السياسي والاستراتيجي في الإقليم كله محتاج إلى موجه هو اللي بيرسم هذه السياسات يعني لا تصدق أن هذه الملفات المفتوحة ستحل بعضها ببعض أو تتفكك لا لازم يبقى فيه يد مركزية أو عقل مركزية إلى جوار الروسيا لابد أن تتواجد أمريكا إلى حين أن نستحض يعني روسيا النهاردة هي موجودة في الإقليم لكن في الملف السوري وعينها على الإقليم الأثمان تجاه يمينا طبعا النهاردة لا طبعا ما هو ذا ذكاء الروس والروس موجودين في المنطقة ليس لإعادة تأهيل نظام السوري نهاردة هم بيعملوا حاجة أنت حكي لا لاستعادة لاستعادة التواجد والنفوز القادة السوفيت القادة السوفيت مش الروس بعد هزيمة 67 في مصر عملوا إعادة تأهيل للجيش المصري ولنظام الرئيس جمال عبدالنصر صحيح هم بيستدعوا هذه التجربة مع الرئيس بشار أنه يعادة تأهيل سوريا مرة أخرى بنفس نموذج مصر مصر بعد 67 بعد 67 فأنت النهاردة عينك على روسيا لأن روسيا هي روسيا في الآخر يعني أنت بتعامل مع دولة كبيرة كانت منذ قليل دولة عظمة الأمريكان مش هيسيبوا المنطقة نعم ليهم وكلاء وليهم أطراف وليهم من سياسات لكن أي إدارة أمريكية فيه ولعب القضايا العربية يعني رئيس أمريكي ما هو ما كان شحاط الأدالة الفلسطينية دكتور محمد عرسي أولوياته بالزبط اللي خلان غمس خلال أول شهرين القضايا العربية وفيه قضايا ليها فردت بالزبط نفسها فردت نفسها طيب هاجي بقى ليه وضعية حضرتك وهاخد من كلامك أنه هو مش هيبقى يعني منتظر موافقة أطراف عربية أو أي أطراف على صفقة القرن أنت عندك هنا رفضتها ويمكن السعودية في نفرة أنه رفضها بعد موقفه مع إيران لما قال لما فتح مساعدة أنه ممكن تفاوض أو رفع العقوبات في لحظة فالسعودية قالت بعد ما كان يعني سكت عن إعلان موقفها هو أنت بتقول بيصفي القضايا الفلسطينية بشكل واضح جدا إجراءاته إحنا مسألة الفلوس جزء مسألة النهاردة إغلاق مقر موظم التحرير ونزال العالم جزء تاني هتوصل لفين حكاية تصفيت القضايا الفلسطينية بالنسباله بالنسباله هو كرئيس أنجز ما لم ينجزه أي رؤساء أمريكان سابقين بصورة واضحة لم يجرؤ أي رئيس أمريكي حضرتك على الاقتراب من كل ما حضرتك تكرمته عرضته سواء موضوع القدس موضوع اللاجئين وغيرها مستوطنات والأمور الأخرى وحدود الدولة دي أمور لسه مرحلة لكن هو فعل لم يفعله أي رئيس آخر ودي في حد ذاتها تأتي بالصوت اليهودي وما أدرك ما الصوت اليهودي في فترة اللي جاية ده رمانة الميزان بقى شوف حضرتك أنت تقول للقاعدة بالنسباله هو أنت بكلم على قاعدة انتخابية ما أضفناش عليها زائد قلنا الصوت أو اللوب اليهودي لا الصوت اليهودي والأصوات التي يحركها الصوت اليهودي بالضبط كده اللي هي الشرائح اللي هي على على يمين والإسار وهو يقدر يشغل النهاردة الخطورة في إيه أنه كان هناك تصور أمريكي أنه بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية بورقة المساعدات الاقتصادية أن السلطة إما تنصع بالعودة إلى المفاوضات وإما أنها تقبل بصفقة غزة أولا تمام لم يقبل الرئيس الفلسطيني لإعتبارات كثيرة تمام لإعتبارات كثيرة ودخلنا فيه مناكفات بين رمالة وبين الضفة الغربية وغزة على تفاصيل كثيرة جزء منها الأولوية لتثبيت إطلاق النار وإكرار هدنة إنساني وليس سياسي هناك أطراف لعبت على الخط لم تنقطع الاتصالات المباشرة ما بين الطرفين أنا هقول لحضرتك أنه كانت فيه اتصالات أمنية دارت ما بين الفلسطينيين وبعض الشخصيات الكبيرة والإدارة الأمريكية خلال آيام الأحيان شخصيات الكبيرة هنا فلسطينية 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 يعني تحديدا ماجد فرق يعني وأجرى اتصالات مباشرة في أمريكا اللغة الأمنية غير اللغة السياسية اللغة الأمنية أن أنت بتبقيها شعرة معاوية وفي الارتباطات الأمنية بمكتدى أسل يعني لا تصدق أن الأمور وقفة لأن اللغة الأمنية هي لغة وقعية أكتر وقعية بين الأمريكان والفلسطينيين مهمة جدا لأنه دي التزامات حتى تجاه إسرائيل بصورة غير مباشرة لكن كان مخطط الإدارة الأمريكية حتى الأيام الأخيرة دفع الرئيس الفلسطيني إلى حفة الهوية لكن دون أن يسقط يعني أنا وصلوا لحفة الهوية لكن ما يسقطش كان فيها حديث كتير في أمريكا حوالين تعيين قيادة بديلة والقيادة البديلة لا أحد يقوم بها وعددوا قيادة جماعية مش عايزة أقول أسماء شكرا لحركش حد وعملوا معاوية الصلاة جزء من اللي جرى دكتور محمد هو أنه إجبار السلطة على العودة إلى المفاوضات بس بالمنطق الإيه؟ المنطق الأمريكي مبعوث السلام طرحوا فكرتين كل فكرة خبيثة لوحدها قالوا إيه إن إحنا نعمل حل على مراحل ونبدأ نطرح الصفقة دي على مراحل والمراحل بمعنى إيه ابدأ حضرتك غزة أولا سلام اقتصادي مشروعات وبعدين السلطة تبدأ تدخل ويتم ده على مستوى معين تمام قد لا أكون يعني صادما إن أنا أقول لحضرتك إن الرئيس الأمريكي في كلمته بعد كم يوم في الجمعية العامة الأمم التحدة إن يعلن الأفكار الأمريكية حول عملية السلام ما تستغربش ساعتها وتقول رغم إنه فيه كلام قال إنه ممكن يأجل المرحلة الأولى هو هيطرح أفكار أولية هو محدش يتوقع هو البعض شوف عشان بس بقى عارف حداك بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث الأمريكي كنت متبحة كويسة هتلاقي فيها طيار يقولك إن إحنا بننصح الرئيس الأمريكي إن يأجل ده اللي بعد الانتخابات صحيح ده الأنصر صحيح ده الكلام اللي يتقال لكن الرئيس الأمريكي ونسك العقيد الفكري يقولك أبدأ بمرحلة أولي نسك العقلي آه العقلي بالظبط وهو بالظبط كده بالظبط فهو ييجي يبدأ يفكرها بالفاكرة ده إن أنا ممكن أنا لا أستبعد إنه في كلمته في الجماعية العامة للأمم المتحدة هو بيتحدث للعالم إنه يطرح ده خصوصا فيه حاجتين يشيروا لده توقيت إغلاق مكتب ونظام تحريف السنانية قبل أيام من العقاب الاجتماع الجماعية العامة الاجتماع الجماعية العامة أبو مازن خلال أيام حيكون في واشنطن هو حيسافر إلى هو هتبدأ أعمالها يوم 18 يوم 18 هو حيبقى يوم 18 وحيسافر بعدها رايح فرنسا ورايح بلجيكا بالمناسبة يمكن يكون بجولة أوروبية بعدها فهيتحرك على هذا المستوى الرسالة مهمة النهاردة لم يجروا رئيس أمريكي في عز المناكفات مع منظمة الحليل الفلسطينية أن ينزل العالم الفلسطيني فعلها الرجل النهاردة قبما الإعلام مركز عليها الإعلام مش فاق مش مركز في حاجة يعني في أولويات يعني أوله يعني أنا أقول لك أولو من تم الإعلام في أضايا إقليمية محدش منتبه لي يعني أنا تبعت أنا تبعت السين إنه قبل منزل وشفت التغطية الأمريكية لها الموضوع قلب أمريكا صحيح وأنا نازل بقلب بشوف القناة اللي أنا أعايز أقوله لحضرتك شفت يا قناة المصرية ما فيش متابعة إلا فيه يمكن قناة الأخبار وسريعا آه آه قناة الأخبار بطبيعة الحال ده خبر مهم يعني ده محادث حدث أنا عشان جد حتى لما حرج قلت لك هنتكلم فيه ده حدث ليه لأنه ده مرتبط بإيه حضرتك لأنك بتسقط أحد السوابت الأمريكية تجاه منظمة التحليل في الصلاة المنظمة كيان دولة يا دكتور محمد بالضبط فأنت بتتعامل ويتم التعامل معها على المستوى الدولي بهذا الأساس فأنت النهاردة على هذا المستوى بتسقط أحد السوابت اللي فيها الخطوة التالية إيه أنا أخشى بقى من حقتي التوقيت اتفقنا أنه هو قبل قبل اجتماع الجماعة العامة فده بيبعث رسالة بيعمل ترهيب آه بيمهد الأرض وبيعمل عملية إيه ترهيب مباشر لمين لرئيس أبو ماذ الرئيس أبو ماذ ربما يفاجأ العالم أنا في ظني أنه ربما يطلب وضع الأراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية ويترك الملف الأصحاب للأمم المتحدة وهذه نقطة قمة في الزكاء لو فعلها أبو ماذ يعني أنا أتمنى أن يفعلها دي حاجة آه دي نقطة أنه يضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية ما بين قوسين الاقتمان الدولي تمام هتقول لي يعني إيه الاقتمان الدولي هقول لحضرتك عبارة واحدة بس إنه السلطة الفلسطينية سلطة إدارة والمجتمع الدولي ممثل في الجمعية العامة تحت مسمى متحدون من أجل السلام هياخدوا قرار ده هتقول لي حضرتك محتاج إيه محتاج تكاتل المجموعة العربية والدول المؤيدة للأدارة الفلسطينية وده سهل وده سهل تقدر تعمل بس لو عند حضرتك بقى دكتور محمد إرادة يعني ده عايز جهد دولي بالزبط كبير يقدر يتم ده يحرج المجتمع الدولي لأنه النهاردة اللي حاصل مش موضوع حضرتك تجريف أو تصفية الأدارة الفلسطينية انت بتقفل الأدارة الفلسطينية ما ببقاش حاجة خلاص ما تقول ليش حضرتك الكتس واللاجئين ما خلص تكتور محمد يعني دي قضيتين خلاص مش على مائدة منفاوضات لكن اللي حصل هناك فيه الكتس وموضوع المستوطنات ومخطط طرد آلاف الأسر المقدسية وفرض الحكم العسكري وقرارات الحاكم هناك العسكري فيه مناطق الكتس الشرقية والغربية دي طبعا إعلام مش متابعة ولا يعرف فيها حاجة طبعا يوميا بتحصل مصادرة للأراضي بتحصل متابعة جيدة جدا لطرد الأسر خارج المناطق دي كلها فانت جاي النهاردة تمام بدأت حتى تقنن دخول المستوطنين حضرتك في المسجد الأقصى بدخلهم بسلحة هو قفز قفز بالمسألة يعني قفز على مجموعة من الحاجات اللي كانت السبتة بحيث خلاص مش هنتناقش فيه هو استثمار ووضع عربي مرتبك واستمرار حالة الانقسام بين الطرفين الفلسطيني وجزء من الوطن خارج السلطة الفلسطينية فهو بيستخدم ده وفي نفس الوقت هو النهاردة الأمريكان والإسرائيليين متفقين على حاجتين إن حضرتك فيه وضع الأراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية هيزعج الأمريكان وزعج الإسرائيليين أنا أظن دي فكرة مطروحة الرئيس أبو مازم ضع الأراضي العربية المحتلة تحت الاتمال الدولي طب ده 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 انت حالك قلت حاجتين ممكن يحصل حاجة من ادنين إنه يضع الأراضي تحت الحماية الدولية والحاجة التانية إنه يطلب يطلب دخول الأمم المتحدة كطرف هي في الوسيط المباشر هتقول لي طب إيه الجديد فيه الجديد إن كانت فيه لجنة متابعة اللجنة دي بتضم من الأربع دول اللي هي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا تمام وتحت ما ظلت الأمم المتحدة المبعوث الأممي يقدي دور الوساطة الدولية بموافقة الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يبقى أنت حضرتك وسعت عملية السلام جبت الدكتور محمد وطاري ودخلت أطراف أخرى وحددت الأليات ما مش هتسيبها مفتوحة بقى يعني هنا أبو مازل بتحرك بزكاء بس يفعل لا إما الخطوة دي لا إما الخطوة دي لكن أنا مش عايزة روح أشتكي لربنا في الجمعية العامة يعني عشان تبقى الأمور واضحة يعني مش عايزة أعود أقول مديش حاجة شرعية ندع عليهم في الجمعية العامة وإن شاهد العالم دي مش سياسة يعني خلينا يكونوا وقعين معاك بقى إحنا بتوع سياسة مش عايزة أعود أشتكي واعمل ده ده تقال في مجلس الأمن الرئيس أبو مازل قاله في الجلسة الشهيرة بتاعت مجلس الأمن إلى من نشكه بعد مجلس الأمن هل نشكه إلى الله لا خلاص إحنا يعني التضرع ده نسيبه نتكلم سياسة جانب الأمريكا والإسرائيلي لن يرتضعوا إلا بهذه الإجراءات المباشرة وإلا البديل اللي حضرتك بتتكلم فيه وأنا تصفية القضية الفلسطينية تبعا بهذه الصورة لأن الصورة سيئة بالفعل على الجانب الآخر وده اللي يخلي حضرك ويفصل الحاجة وتملنا ناقش حضرك في الحتة دي استشعار القاهرة بالخطر هو اللي يتفحها إلى الاستمرار في المصار الفلسطيني ومحاولة تحقيق المصالحة الفلسطينية والقاهرة قاعدة تستقبل في وفود من هنا لهنا وتوفق وتعرض أراء وتقدم ورقة وتصيغ أفكار وتقدم رؤى تمام؟ النقطة دي مهمة جدا لأنه نحن في مصر نستشعر الخطر يا دكتور محمد وفي هناك تفاصيل مزعجة كتير كتير الله يا عزيزي دكتور محمد كتير نحن نقف على الأطراف الملتهبة في الموضوع يعني بنبقى عارفين من المسموح بنشره وعدم مسموح نشره طبع 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 المسألة وصل حد فيه طبع طبع لكن هسل حضرتك سؤال قد يبدو منه شخصنا لي المسألة لكن أعتقد أنه على المستوى الوعي العام مهم طبع 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 هل وجود أبو مازين يمثل عقبة أم وجوده مهم يعني هذا الرجل بعمره الذي تجاوز 80 بشوية بعلاقاته بأفكاره برؤاه بتصوراته يمثل عقبة ولا عامل مساعد شوف هذا شأن فلسطيني بالأساس بمعنى أن احنا صحيح أنا وحضرتك نتمنى إعادة ترتيب الأوضاع في الملف الفلسطيني بأكمل وفي الخلافة الفلسطينية لو صح تعبيري عشان نرفع عنك الحركة لكن في جزء من ده مرتبط بأنه هذا شأن فلسطيني فلسطيني لا علاقة لنا لا احنا لن نختار لكن أنا أتكلم على ما نبحث من النقطة دي عشان لمن يتحدث من الأشقاء الفلسطينيين حول إمكانية أن القاهرة تتدخل هذا ملف خاص بالفلسطينيين ولكم أن تختاروا ما تشاهدون لكن الرئيس أبو مازن أمدى الله في عمره لديه من الإمكانيات والخبرات المترقمة ليحسم كثير من الملفات نحن بطبيعة الحال نسق في القيادة الفلسطينية باب القاهرة كما تعلم مفتوح للجميع كل الأطلاف الفلسطينية كان هناك اتصال كريم من الرئيس سيسي لأبو مازن من حوالي عشر تيام وفي اتصال مباشر في هذا الإطار وحضرتك احنا بنبعث رسائل تطمينات يعني الرئيس سيسي حينما يتحدث مع الرئيس أبو مازن في هذا الوقت وفي هذا اللحظات نتكلم فيها في خطر على القضية الفلسطينية بيبقى رجاء أن الجانب الآخر يتفهم ده القضية دكتور محمد أكبر من تثبيت هدنة أو إبرام هدنة مع الإسرائيليين بالزبط أو نعمل تبادل أسرة أو صفقة أسرة أو كده كلام تفاصيل تفاصيل بتكلم على الإطار العام دكتور محمد الإطار العام حضرتك هو أنك أنت ترتب الأولويات أنا النهاردة أنا النهاردة فكر مصر دكتور محمد مش فكر فصائل عشان ما حدش يزعل بالزبط إحنا لا علاقة لنا بالفصائل مش في جيناتنا ولا في المصريين ليست في جينات السياسية المصرية فكرة الفصائلية لا الفصائلية ولا الطائفية لا حماس ولا جهاد يعني إحنا باب القاهرة دائما مفتوح للجميع نازم تتكلم وبتعود وبتسمع لكن إحنا عندنا دكتور محمد عنوان للشرعية الفلسطينية اسمه الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية كان من كان بقى الشخص مين السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عنه النهاردة أبو مازن النهاردة قدامه فرصة زهبية عكس ما هو شاء إنه هو يعيد ترتيب الأوضاع الفلسطينية مباشرة من وقائع ما يجري على الأرض ربما حضرتك تشايف بعض القارات الانفراضية اللي أصدرها الرئيس أبو مازن كانت انفعالية يعني مجلس وطني فلسطيني إجراءات رأها رأتها حركة حماس وبعض الفصائل إنها عقابية وتفاصيل حركة علامة اليوم لكن هو في النهاية هو عنوان للشعب الفلسطيني بعض الفصائل ومنها حماس اعتبرت عملية خلافة الرئيس أبو مازن قضية وطنية وطبيعة الحال هي قضية وطنية لأنه النظام الفلسطيني حضرتك له ثوابت ومعطيات لكن أرجو أن لا يحدثنا أحد عن الشرعات الفلسطينية لأن كل الشرعيات منقوصة كل الشرعيات انتهت كل الشرعيات كل الشرعيات شو بقى بص الرئيس السلطة تمام منظام تحرير حماس النظام المركزي نظام منظام تحرير الفلسطيني كل الإجراءات اللي اتعاملت في الفترة الأخيرة كان هدفها بس الحياة إلى نظام السياسة الفلسطينية ده شيء جيد بس لازم يحصل توافق فلسطيني النهاردة أنا وحضرتك أنا أعتقد أنه الشرعية الوحيدة الآن هي شرعية التوافق شرعية التوافق وإعادة الشرعية للشعب الفلسطيني على أساس أن دول بيمثلوا الشعب الفلسطيني كله خلي بالحضرتك عايز أقولك سر خطير جدا الشعب الفلسطيني مش شعب فصائلي ومش شعب ينتمي لمنظمات وتنظمات تعرف بيمثلوا كام في الشعب الفلسطيني ما يزيدوش عن 15% ل18% البعض يقولك 20% من الشعب الفلسطيني أنا بقول لحضرتك وأنا معي باحثين بعملوا مجلسات الدكتورات كتير من 15% إلى 17% اللي محسوبين على الفصائل الباقي شعب 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 ملوش علاقة بدا يعني جواز السفر الفلسطيني مفيش فيه ده حماس وده جهاز لا بالزبط فيه فلسطيني ده تملي نقولها دي دكتور محمد فبالتالي فيه فرصة ذهبية أمام الرئيس أبو مازل لتوحيد لتوحيد وزي ما حضرتك قلت العبارة الرائعة أنه ترجع السلطة للشعب الفلسطيني منهج توافقي كامل وفيه فرصة أن يقول ده في الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة يقوله في وجود كل رؤساء دول العالم بما فيهم الرئيس الأمريكي فرصة ينقل الملف إلى الوجهة الدولية مرة أخرى فرصة أنه ظهر مؤمن من قبل الدولة المصرية من أعلى مؤسساتها وقيادتها في هذا التوقيت يا ليت قاومي يسمعون يا ليت بشكر حضرتك جدا وبشكر استجابتك للدعوة ودايما أحنا بنبقى لما بتبقى الأمور يعني مش واضحة حضرتك الحقيقة من آل البيت شكرك جدا دكتور طارق فامي في الجامعة الأمريكية وبشكر حضرتك على متابعة هذا الحوار أرجو أن تكون كثير من النقاط وضحت والخيوط اتضحت رقاكم غدا إن شاء الله وتصبحون على وطن كل جهاز شكرا 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 شكرا